بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الحيض والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة والله أعلم الحيض هو الأصل ولا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة أو قبلها أو بعدها وحكمه هو حكم الحيض الاستحاضة هو الدم الذي أطبق على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا وللمستحاضة ثلاثة أحوال المعتادة التي تعرف عادتها فتجلس فيها لا تصلي ولا تصوم المميزة التي لا تعرف عادتها لكن تميز بين دم الحيض وغيره بلونه ورائحته ورقته وتجمده المتحيرة التي لا تعرف عادتها ولا تميز فتنظر إلى عادة نسائها وتجلس فيها أول كل شهر هجري والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر أنها رأت الدم أكثر من أربعين فهو نفاس وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها وكذلك لو حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين